إذن تحصلت النهار على صور حصرية لمختار بالمختار الذي قتل من طرف قوات الجيش التشادي الصور التقطت عن طريق الهاتف النقال تظهر مختار بالمختار وهو جثة هامدة والملاحظ هو التطابق بين الصورتين هذا وقد أكد الرئيس تشادي إدريس ديبي أن عبد الحميد أبو زيد ومختار بالمختار القياديين في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي قتل في مالي مشيرا إلى أن جثتيهما لم تعرض احتراما لمبادئ الإسلام وقال ديبي في نفس السياق يمكنني أن أجيب وزير الدفاع الفرنسي الذي يرغب في الحصول على أدلة نعم مشاهدين الكرام ختام هذه النشرة الخاصة في أمان الله في أمان الله اشتركوا في القناة